عدى رئيس جمعية المستوردين والمصدرين في إقليم كردستان مصطفى عبد الرحمن أن العراق بيئة خصبة للإستثمارات الخارجية والفرص موجودة بهذا الشأن في البلاد فيما بيّن أن الإقليم لديه تعاون مباشر مع الشركات السعودية في مجالين مهمين وقال رئيس جمعية المستوردين والمصدرين في إقليم كردستان مصطفى عبد الرحمن في مؤتمر صحفي أن هناك اتفاقات مختلفة أبرمت بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة العراقية مع اتحادات وجمعيات الاستراد من الدول العربية والإقليمية المجاورة لأن هناك ضرورة للتعاون والتنسيق وتواجد رجال الأعمال والشركات في البلاد وتبع أن هناك تعاون مع الشركات السعودية للإستراد وتصدير وخاصة على مستوى المواد الإنشائية المستخدمة في البناء والمواد الغذائية لأن الشركات السعودية لديهم خبرة مميزة بهذا الجانب وانطلقت في مدينة أربيل عاصمة أقليم كردستان الثلاثة القمة الاقتصادية بين سعودية وكردستان بمشاركة 34 شركة سعودية في مختلف المجالات إضافة إلى العديد من المستثمرين والرجال الأعمال السعوديين